اشتركوا في القناة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيد وزير المالية صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية ووجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة ويضمن حماية المواطن من الآثار السلبية لتلك التقلبات مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي